ودلوقتي حنسيب حضراتكم مع موجز الأهم الأنباء مع هالة فضل ياهل تكملنا التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وخلال الاتصال أكد الرئيس السيسي وولي العهد السعودي على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية بما يسهم في عدم توسع دائرة الصراع ويعيد الاستقرار إلى المنطقة وخلال الاتصال أكد الجانبان على قوة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين وسبول تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين أعلن موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكتمع بفريقي للأمن القومي اليوم لتحديد إسرائيلية المرحلة الأخيرة من مفاوضات الاتفاق بشأن غزة وأكد الموقع أن بايدن يدرس تقديم اقتراح نهائي لإسرائيل وحماس لإطلاق سراح المحتجزين ووخف إطلاق النار في غزة في وقت لاحق هذا الأسبوع وكان مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية قد قال لواشنطن بوست إن الولايات المتحدة في محادثات مع مصر وقطر بشأن تفاصيل صفقة نهائية لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين تخططوا لتقديمها إلى إسرائيل وحركة حماس خلال الأسابيع المقبلة استشد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته أنحاء متفرقة في قطاع غزة واستشد فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال لمنزل شمال غرب مدينة غزة وأفاد الدفاع المدني بأن عدد الشهداء ارتفع إلى 11 شهيدا وعدد من الإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة صفض والتي تأوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة فيما لا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض هذا وشهدت مدن تل أبيب والقدس المحتلة وعدد من البلدات مظاهرات حاشدة للمطالبة بصفقة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة وأشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن 280 ألف متظاهر شاركوا في مظاهرة تل أبيب ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه نقابة العمال الإسرائيلية عن تنظيم إضراب اليوم للضغط على الحكومة للتوصل لتفاق لإطلاق صراح المحتجزين مشيرا إلى أن الإضراب يشمل وزارات الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد والصحة والتعليم وأضافت نقابة العمال الإسرائيلية أن الإضراب سيشمل بلدية القدس وتل أبيب وحيفا مع تعطيل الحافلات في القدس المحتلة اكتمع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي بقيادات وأعضاء القطاع الأفريقي بوزارة الخارجية وذلك في إطار الحرص على التواصل الدوري والتشاور بشأن أولويات السياسة الخارجية المصرية في القارة الأفريقية وصرح المتحدث باسم الخارجية بأن الوزير عبد العاطي شدد خلال الاجتماع على الأهمية التي تمثلها العلاقات مع القارة الأفريقية تلاقا من كونها تمثل عمقا استراتيجيا للأمن القومي المصري وارتباطها بمستقبل ونمو الاقتصاد المصري على ضوء الإمكانيات الهائلة الموجودة بالسوق الأفريقي وشدد وزير الخارجية على الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع دول القارة وموجها بتكثيف الجهود من أجل تنشيط دور القطاع الخاص المصري وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التبادل التجاري مع دول القارة قام خالد مجاور محافظ شمال سيناء بزيارة تفقدية إلى مركز ومدينة بئر العبد وذلك في حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومشيخ القبائل والعواقل وخلال زيارته لمركز بئر العبد قام المحافظ بافتتاح منتزه بئر العبد والذي أقيم على مساحة 1460 مترا مربع بجانب تفقد معهد الدراسات البيئية بقريات الخربة فضلا عن تفقد عدد من المشروعات الزراعية لخدمة المجتمع المحلي ببئر العبد افتتح أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال الحفل الذي أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا بحضور نخبة من نجوم الفن وقال وزير الثقافة إن فعاليات الدورة ستستمر على مدار 11 يوما من الفعاليات والورش والندوات وبمشاركة نخبة من القائمين على تطوير الحركة المسرحية في مصر والعالم انتهى مجاز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل